بسم الله الرحمن الرحيم نستكمل ما بدأناه في التحقق من صحة المدخلات في برنامج الإكسل نريد الآن من المستخدم أن يدخل قيماً عشرية موجبة في هذا العمود نقوم بتحديد الخلايا التي نريد الإدخال فيها ثم من بيانات التحقق من صحة البيانات ثم الخيار الأول من الإعدادات نختار عدداً عشرياً سيكون محصور بين قيمتين معينتين مثلاً من الصفر إلى الثلاثين نحدد رسالة للإدخال وكذلك للتنبيه بالخطأ إذن ننقر الآن على موافق نلاحظ أنه سيقبل قيمة الصفر ويقبل قيمة الثلاثين أيضاً سيقبل أي رقم محصور بين هذه القيمتين مثلاً عشرين أو عدداً عشرياً ولكن إذا كتبنا رقماً سالباً لن يقبل لأنه خارج النطاق الذي كتبنا أتمنى من الله تعالى أن أكون قد وفقت بهذا الشرح والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر